السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمنى من الله ان تكونوا بخير وبصحة جيدة بعد اشتركوا في القناة وتفعيل زر الجرس ودعمونا بلايك علشان ينصلكم كل جديد والان نوفيكم بأسعار مصاريف معهد العاشر من رمضان للهندسة في مصر 2021 المستندات المطلوبة للتسديل في معهد العاشر من رمضان للهندسة في مصر 2021 احضار شهادة السنوية العامة او الدبلوم او السنو الصناعي مع صورتين منها احضار بطاقة الترشيح الخاصة بمكتب التنسيق احضار صورة من البطاقة الشخصية الخاصة بك احضار اصل شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها احضار ستة من الصور الشخصية التي تكون حديثة وتمتلك خلفية بيضاء للطلاب الزكور يتوجب احضار اتنين جند اسعار مصاريف معهد العاشر من رمضان للهندسة في مصر 2021 سعر مصاريف شعبة الهندسة الاساسية له تبلغ 11838 جنيه مصري والمصاريف الاضافية 325 جنيه مصري اسعار مصاريف شعبة علوم الحاسب الاساسية 6463 جنيه مصري واضافية 325 جنيه مصري سعر مصاريف شعبة ادارة الاعمال الاساسية 5304 جنيه مصري والمصاريف الاضافية 325 جنيه مصري سعر مصاريف المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان 12163 جنيه مصري شروط القبول في معهد العاشر من رمضان للهندسة في مصر 2021 الحد الادنى لقبول طلاب الثانوية العامة هو لشعبة الهندسة هو 80-70% من مجموع الثانوية الكل طلاب المعهد الفانية الصناعية يكون الحد الادنى لقبولهم 70% من مجموعهم الكل يتم قبول حصيلين على الدبلومات الصناعية ولكن من نظام الخمس سنوات الحد الادنى لقبولهم 70% الدبلوم الخاص بالمدارس الصناعية يجب ان لا يقله مجموع الطالب الكل عن 65% نظام 5 سنوات و 70% نظام 4 سنوات تنسيق المعهد العالي تنسيق المعهد العالي للهندسة في مصر 2021 تنسيق المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنفعية 368 درجة تنسيق معهد الدلتة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 343.5 درجة تنسيق مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 363.5 درجة تنسيق المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالميواط الجديدة 343 درجة تنسيق المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطنطة 360.5 درجة تنسيق معهد القناة العالي للهندسة بالسويس 343 درجة تنسيق معهد الصفوة العالي للهندسة وتكنولوجيا بالأليوية 359.5 درجة تنسيق المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقزيق 342.5 درجة وبهذا قد أوفيناكم بأسعار مصاريف معهد العاشر من رمضان للهندسة في مصر 2021 لا تنسي الاشتراك في قناة حزر رجالة دعم البرايك والسلام عليكم ورحمته وبركاته